استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو خالد العناني وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة الترشيح المصري للمنصب أكد عبد العاطي خلال هذا اللقاء على أهمية استمرار التواصل على المستوى الدولي للتعرف على رؤى الدول الأعضاء بهدف تقديم المرشح لرؤية انتخابية شاملة تعكس تطلعات مختلف دول العالم للمنظمة العريقة كما وجه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لحملة الترشيح والبناء على التأييدين العربي والإفريقي الذين حاضية بهما المرشح المصري ضمن قرارات القمة العربية والمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الأخير